رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من حساب فارس يوسف يقول عندي أرض غير زراعية هل قطعة الأرض هذه عليها زكاة أم لا؟ لو كانت قطعة الأرض دي مش معروضة للبيع فما علاها الزكاة يبقى احنا عندناه يبقى في شرط تاني مع ان هي مش زراعية وأظن هو لما قال مش زراعية انه هو بيملكها وهي عنده بس مش بيزرع بدل هي أرض ومش بدل أرض ميز زراعية وهو ملكها ومش عرضها للبيع يبقى معلها الزكاة لان احنا حاجة من اتنين لانما الأرض دي تبقى معروضة للبيع وتبقى ساعتها عن يعرض بقى ازاي يبقى عليها زكاة عروض التجارة او اذا كان هو مش عرضها للبيع لان هي يعني ايه تجارة؟ التجارة يعني شراء وبيع بقصد الربح شراء وبيع بقصد الربح الأرض دي مدام مش معروضة لان هي تتباع يبقى خلاص مش دخلة في عروض التجارة طيب وهو قال النهم الزراعية بما انها لده ولا ده يبقى معلها الزكاة ويبقى دي من اموال القنية اللي الانسان بيقتنيعه ويتبقى زي العربية زي البيت زي الهدوم كل دي ما بيطلعه ما ما يطلعهش العربية بتاعته حتى لو كان مش اقغالها في الايجار بس العربية بتاعته امتى العربية يبقى عليها زكاة؟ لما أبعها وتيجي فلوس منها وتكون بلغة النصاب ويمر عليها سنة ساعتها هيبقى ساعتها هيبقى عليها زكاة يبقى دي من أموال القنية إذا ما كانتش واحدة من الاتنين دي إذا ما كانتش معروضة للبيع أو إذا ما كانتش مزروعة فيبقى المال ده من مال القنية اللي هو معلو الزكاة